اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا من مواضيع التنظيم الهو هو ادراج فصول مختلفة طبعا بالنسبة للارقام والاطارات والعلامة المائية طبعا عندي كتاب ضخم واريد اطبع على شكل فصول كل فصل اريد يكون ببحث منفصل اخلي اطار معين لهذا الفصل وترقيم معين فشن الحل الحل لازم انه اخلي كل فصل يكون منفصل عن الفصل الاخر طيب كيف اعمل المقاطع او افصلهن من خلال انه اجي اخر صفحة بالفصل الاول هذه اخر صفحة بالفصل الاول اخر موضوع اضغط هنا نكليك وطبعا اجي من تخطيط ومن ثم فواصل اختار صفحة فردية طبعا راح لاحظ انه راح ينزل للورقة التالية وراح يضيف لي سطر جديد اضغط على دليت حتى يرجع الفصل وبنفس الطريقة اعملها مع بقية الفصل هذا هنا الفصل الثاني بنفس الطريقة الفواصل صفحة فردية واضغط دليت حتى يصعد الان بعد ما قطعنا الفصل اجي هنا الى الفصل الاول اضغط هنا نكليك وطبعا ياما تخطيط ياما تخطيط الصفحة ياما تصميم طبعا فيها الاصدارات 2010 فما دون من تخطيط الصفحة والاصدارات الحديثة قائمة تصميم اجي الى حدود الصفحة واضيف الاطار مثلا اي اطار وليكن هذا الاطار هنا عندي تطبيق على كامل المستند راح اختار المقطع الحالي ومن ثم موافق وحلاحظ ان الاطار راح يطبق على الفصل هذا فقط طيب الان راح نضيف الاطار للفصل الاخر طبعا اختار اي اطار مثلا راح اختار هذا الاطار اللي هو اطار الزهرة وايضا راح اطبقه على المقطع الحالي وطبعا لابد ان انا انقر كليك بالفصل حتى يطبق على هذا الفصل مثل ما تلاهدون الاطار راح يطبق على هذا الفصل بنفس الطريقة راح اطبقها على الفصل الثالث بنفس الطريقة مثلا اختار ممكن هذا الاطار والمقطع الحالي جيد الان راح اضيف ترقيم بالنسبة للارقام طبعا ممكن انه هذا الفصل يعني الاطار كلش يعني كبير ممكن اخلي صغير ممكن اصغر اصغر ما يمكن يكون اجمل ممكن اختار 15 ومن ثم موافق جيد الان راح اضيف رقم الصفحة طبعا من ادراج ممكن احدد هذا الفصل ومن ادراج راح اضيف ترقيم من خلال رقم الصفحة وراح اخلي اسفل الصفحة وراح اختار هذا الرقم بهذه الطريقة طبعا ممكن انه اكبر من الصفحة الرئيسية اكبر الحجم وممكن اخلي bold طبعا ممكن انه احدده واكبر الحجم وطبعا bold جيد راح ألاحظ أنه طبعا من تصميم إغلاق الرئيس راح ألاحظ أنه راح يتم ترقيم الفصل نشوف هل تم ترقيم الفصل الآخر جيد تم ترقيم الفصل الآخر شن اللي يعني أسوي حتى أخلي الرقم يبتدئ هنا من واحد بحيث ما لا علاقة بالفصل السابق أجي أحدد هذا هنا ندبل كليك على الرقم وطبعا ألغي الأمر اللي هو الارتباط بالسابق راح ألغي جيد راح يتم إلغاء هذا الفصل بالفصل السابق الآن راح أجي أضغط هنا كليك أيمن وطبعا أجي أختار تنسيق أرقام الصفحات وأختار بدء الترقيم من واحد إذا ألاحظ أنه هنا أنا أربعة هنا راح يصر عدي واحد اثنيا هنا ممكن أيضا أخليه يبتدئ من جديد أضغط هنا كليك أيمن وأختار تنسيق أرقام الصفحات وقبل ذلك لابد أنه ألغي الأمر اللي هو ارتباط بالسابق ضروري أنه يعني ألغي هذا الأمر وأجي أحدد الرقم كليك أيمن تنسيق أرقام الصفحات بدء ترقيم الصفحات من واحد إذا أجي هنا أنا ألاحظ أنه هذا الفصل الأول الإطار مختلف وطبعا الترقيم راح يكون والفصل الثاني راح يكون الإطار مختلف طبعا بإمكاني أنه أغير الإطار طبعا شون اللي صار واتغير عدي الإطار قبل شوية أنا من صغرت الإطار فعالت الخيار اللي هو كامل المستند فبالتالي يتغير ممكن أجي أرجعها من جديد أضغط هنا أكليك وطبعا أجي على تصميم حدود وأختار الإطار اللي يعني أشوفه مناسب مثلا ممكن هذا الإطار وأجي أصغره أصغر ما يمكن شوفوا هنا أنا إذا أختارت إذا أختارت كامل المستند راح يرجع يتغير على الكل فلابد أنه يعني أنتبه أنه لا بد أن أختار المقطع الحالي راح ألاحظ أنه هنا أنا راح يصير عدي إطار مختلف وترقيم مختلف طبعا هذا الموضوع كل شيء عنه من عدة بعض المستخدمين وطبعا ضروري نتعلمه لأن مهم جدا في عمليات التنظيد نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى